السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم السبت الرابع عشر من شهر مايي 2022 أهم أخبار ألمانيا أوروبا والعالم نبدأ أصدقائي بأول خبر قام مستشار ألمانيا السيد شولتس بمكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهذه المكالمة الهاتفية التي دامت 75 دقيقة هي الأولى من نوعها بين شولتس وبوتين منذ 6 أسابيع طلب مستشار ألمانيا من الرئيس الروسي الوقف الفوري للحرب وقال مستشار ألمانيا أيضا للرئيس الروسي أن قيادة أوكرانيا وحكومتها ورئيسها ليسوا نازيين كما تدعي روسيا وأيضا أخبر مستشار ألمانيا الرئيس الروسي وذكره بأهمية روسيا فيما يخص الغداء العالمي وحسب الصحافة الألمانية فقال الرئيس الروسي حسب رأيه بأن هذه الحرب التي يقوم بها في أوكرانيا هي من أجل القضاء على الحكومة النازية والعنصرية التي تحكم أوكرانيا حسب ما قالت الصحافة الألمانية نمر أصدقائي إلى موضوع آخر تتكلم الصحافة الألمانية على حادثة الطعن بالسكين لمجموعة من الناس ركاب أحد القطارات الجهوية بالقرب من مدينة أخن الألمانية التي توجد بمقاطعة أنغفي شمال الرين فسفارن حيث قام رجل 31 سنة بطعن خمسة مسافرين بالسكين نقل أربع منهم إلى المستشفى من أجل العلاج كان بالقطار يتواجد شرطي في طريقه للعودة إلى بيته وعندما شاهد الاعتداء بالسكين تدخل وألقى الجاني والمعتدي على الأرض إلى أن جاءت الشرطة وألقت القبض عليه يتم الآن التحقيق معه لمعرفة الأسباب وهل هناك علاقة للأمر بالإرهاب حسب ما سرب للصحافة الألمانية الشرطة تظن أنه ممكن الأمر ليس له علاقة بالإرهاب والآن يحققون حول معرفة الأسباب أصدقاء لمعرفة الأسباب أو أنه للأمر له علاقة بمرض نفسي يعاني منه هذا الشخص أيضا التحقيقات مستمرة لمعرفة جنسية هذا الشخص قالوا بأنه هو ولد في العراق هذه النقطة يرغبون من التأكد منها لمعرفة هل هو فعلا عراقي أم كأجنبي ولد بالعراق إلى آخره بطبيعة الحال كل إنسان يمثل نفسه فقط ولا يمثل نهائيا البلد التي ولد فيها وهذا الشخص لا يمثل نهائيا العراق نمر الآن أصدقائي إلى موضوع آخر حضر الجنرال السابق بالجيش الألماني السيد إغيك فاد والذي كان أيضا يشغل المستشار العسكري السابق للسيدة ميركل لسنوات طويلة حضر من أننا نمشي في طريق الخطر بسبب استصغارنا لروسيا وأكد أنه بدون المساعدة العسكرية التي حصلت عليها أوكرانيا من أمريكا والمساعدات العسكرية التي حصلت عليها أوكرانيا من الدول الغربية كانت الأمور ستكون سهلة لروسيا بالسيطرة على أوكرانيا لكن الدعم العسكري طبعا ساهم في تقوية القدرات الدفاعية للجيش الأوكراني وقال السيد إغيك فاد رغم الخسائر العسكرية لروسيا والصعوبات التي يعرفها جيشها بالتقدم داخل الأراضي الأوكرانية إلا أن روسيا مسيطرة على الجو ومسيطرة على أراضي كثيرة شرق أوكرانيا وجنوب أوكرانيا والمناطق الواقعة على البحر وفي رده على ما قاله الرئيس الأوكراني بأن روسيا تعيش هزائم استراتيجية كبيرة جدا حققتها أوكرانيا قال الخبير العسكري الألماني والجنرال السابق يجب أن نكون حذرين مع هذه التصريحات وقال نعم في بعض الأمور روسيا حصدت هزائم استراتيجية لكن الهزائم الاستراتيجية تتلخص فيما يلي هزائم استراتيجية بخصوص العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضت على روسيا أيضا العزل العالمية التي فرضت عليها اقتصاديا وسياسيا أيضا بخصوص البتء بالمفاوضات مع فنلندا والسويد من أجل إدخالهم إلى حلف الناتو قال هذه هزائم استراتيجية تلقتها روسيا لكن بأرض الحرب فإن روسيا لم تعيش هزائم استراتيجية وقال أنه يتفهم كلام الرئيس الأوكراني زيلنسكي الذي يقول هذا الكلام لأنه يرغب أن يرفع معنويات الشعب الأوكراني ويرغب أن يرفع معنويات الجيش الأوكراني لكن روسيا على أرض الحرب مسيطرة على المناطق التي دخلت لها وسيطرت عليها نمر إلى موضوع آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية حلف الناتو وأوروبا مستغربين من تصريحات الرئيس التركي إردوغان حول مسألة إدخال فنلندا والسويد إلى حلف الناتو العسكري الحلف العسكري الذي تقوده أمريكا عسكريا يرغب بالبدء بالمفاوضات مع فنلندا والسويد من أجل إدخالهم له كي يحصلوا على الحماية العسكرية وكي لا تقوم روسيا بالهجوم على الدولتين عسكريا لكن الرئيس التركي إردوغان يرفض إدخال فنلندا والسويد وضمهم لحلف الناتو التركية هي أيضا عضو في حلف الناتو وقال الرئيس التركي يوم أمس قال بأن الدول الإسكندنافية تشبه فندقا تتجمع فيه المنظمات الإرهابية حسب ما قال الرئيس التركي ونشرته الصحافة وقالت الصحافة بأن الرئيس التركي ينتقد الدول الإسكندنافية خصوصا السويد لأن بها مجموعة من الأتراك المعارضين له ومجموعة من الكرد المعارضين له وهذا الأمر يزعجه كثيرا ولذلك هو يرفض إدخال أو ضم الدولتين إلى حلف الناتو قالت السويد وفنلندا بأن وزراء خارجية الدولتين سوف يلتقون في برلين في اجتماع وزراء الخارجية لحلف الناتو بوزير الخارجية التركي من أجل الحوار حول هذه النقطة وحول هذه المسألة كي لا تقوم تركيا بعمل فيتو وترفض ضم فنلندا والسويد تركيا سبق لها أن رفضت ضم اليونان فيما سبق إلى حلف الناتو بسبب الخلافات التاريخية والحدودية مع اليونان وما زالت تركيا ترى أن وجود اليونان في حلف الناتو يعتبر خطأا كبيرا من الآن أصدقائي آخر موضوع مقاطعة شمال الرين بيستفالن نورد رين بيستفالن أو انيرفي تعرف يوم غد انتخابات مهمة وتعتبر هذه الانتخابات واحدة من أهم انتخابات المقاطعات في ألمانيا حاليا يحكم المقاطعة حزب تسي دي او ورئيس الحكومة هناك منذ سنة تقريبا هو السيد فيست الذي خالف السيد لاشت في الحكم حزب تسي دي او يرغب بأن يحافظ على حكم مقاطعة شمال الرين بيستفالن لكن حزب اس بي دي يرغب بأن يسقط حكومة تسي دي او بالانتخابات وأن حزب اس بي دي الذي ما زال منتشيا بالنصر بخصوص انتخابات برلمان ألمانيا وأن حزب اس بي دي هو من يحكم ألمانيا عن طريق مستشار ألمانيا السيد شولز يحلم باستعادة حكم مقاطعة شمال الرين بيستفالن مرشح الحزب هناك هو السيد كوتشاتي إذن اختبار مهم لجميع الأحزاب وللحكومة الألمانية بانتخابات مقاطعة شمال الرين بيستفالن مقاطعة شمال الرين بيستفالن مهمة لأنها هي أكبر مقاطعة من ناحية عدد السكان يعيش في المقاطعة 18 مليون نسمة ومن يحكم المقاطعة يكون له أيضا تأثير سياسي على الحالة السياسية في ألمانيا لذلك غدا سوف تعرف المقاطعة انتخابات هامة وكبيرة أصدقائي وسوف أوافيكم بنشرة مسائية يوم غد عندما تخرجوا النتائج الأولية كما تعودنا دائما أصدقائي إذن موعدنا أيضا يوم غد مساء إن شاء الله عندما تصدر النتائج الأولية لمعرفة من سوف يحكم مقاطعة شمال الرين بيستفالن التي يعيش فيها عدد كبير من الناس ومن يحكم المقاطعة يؤثر على المقاطعة أيضا يؤثر على قضايا اللجوء على قضايا الهجرة على قضايا الإقامات قضايا الجنسية إلى آخر لأنه من يحكم أي مقاطعة يسيطر ويقرر بالأمور الخاصة بالهجرة وباللجوء نتمنى السلامة للجميع كانت هذه أصدقائي أهم أخبار ألمانيا أوروبا والعالم شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء